اهلا بكم في شرح درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية سنة 3 عدادة الترمي الأول النهاردة هنشرح الدرس الثالث ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي وده موجود في الواحدة الثالثة تاريخ أول حاجة عندنا النهاردة في الدرس بتاعنا أن بعد الحمل الفرنسية مخارجة من نصر كان فيه 3 سلطات موجودين في مصر أول سلطة كانت العصمانيين تاني سلطة كانون مملك ثالث سلطة هي انجلترا حصل بقى ما بين الثلاث سلطات دول صراع كبير على أنه هم ياخدوا حكم مصر بس اللي حصل كان عكس كده تماما أن الشعب المصري كان رأيه في الوقت دوت أنه هو اللي هيختار حاكمه بنفسه يعني هو هيختار مين اللي هيحكمه فبيجي لي بقى السؤالين هنا كيف استطاع الشعب المصري أن يختار حاكمه بنفسه وتاني سؤال ما الصعوبات التي واجهت محمد علي في بداية حكمه والسؤال دوت بيجيب لي سؤال تاني وهو وكيف تغلب على الصعوبات دي في البداية كده لازم نعرف كانت مصر شكلها ايه او احوالها كانت عاملة ازاي قبل ما محمد علي يحكم شهدت مصر في الفترة دي اللي هي قبل تولية محمد علي الفترة دي كانت من ساعة من حاملة الفرنسية خرجت من مصر ودي كانت عام 1801 لحد ما محمد علي حكم وده كان في 13 مايو 1805 طيب الفترة دي كانت شكلها ايه بيقول لي ان كانت فترة مليانة من الفوضى والاضطرابات وهنا بيجي لي سؤال بما تفسر هنقول له ده كان بسبب الصراعات ما بين المماليك والعثمانيين وانجلترا ورغبة في ان كل حد منهم كان بيحاول انه يسيطر ويبسط نفوزه على مصر ولكن الفترة دي مصر استمرت تحت ونية الدولة العثمانية وقدرت الدولة العثمانية ان هي تستعيد سيطرتها على مصر وفي الوقت ده قام الشعب بصورات ضد العثمانيين وضد المماليك وكان من اهم الصورات دي في مارس 1804 وانا في سؤال بما تفسر هنقول له بسبب فرض الدرائب والاتوات على الاهالي الفترة دي الحكام بابتدوا انهم يفردوا الدرائب والاتوات انهم بياخدوا فلوس من الايالي بدون واجهة حق وفي الفترة دي زادت قوي الدرائب والاتوات دي فعشان كده رفض الشعب المصري وابتدى يعمل الثورة اللي في مارس 1804 وفي اسناء بقى الاحداث اللي كانت موجودة دي بدأت تظهر شخصية محمد علي طيب هل محمد علي في الوقت ده كان ليه موقف من الثورة؟ او كان ليه موقف ايه هو كان موقفه؟ كان خايف جدا في الوقت دوت ان الثورة تصيب جنوده فراح عمل اربع حاجات اول حاجة جاير بالانضمام الى العلماء والمشايف وكمان اختلط بالاهالي الساختين وتعهد للعلماء بان هو هيفزل كل جؤده عشان يرفع الدرائب عن الناس واقترح انه يعين خرشة باشا والي على مصر وتم تعيينه من قبل السلطان العثماني يعني السلطان العثماني هو اللي كان بتعيينه طيب من نتائج المترتبة على موقف محمد علي عمل حاجة مهمة جدا وهي ذات ان خلت شخصية محمد علي محبوبة من عند المصريين ان هو بسبب موقفه ده كسب عطف الشعب وسقت زعمائه الذين نظروا الهي قربوا العدل يقره الظلم هم في الوقت ده كانوا بيعانوا من الظلم وكان عندهم كره وسخط للحكام اللي موجودين فلما يظهر لي شخصية عندها عطف نحية الشعب وكمان بيجيب لهم حقهم فأكيد هيكون بالنسبة له مصدر ثقة وهيحبوه ومن هنا جت تولية محمد علي حكم مصر في 13 مايو 1805 زعماء الشعب اذا كانوا بقى من العلماء او نقواء التواقف بدار المحكمة اللي هو يسمى بيت القادي قرروا ان هما يعزلوا خرشة باشا ده كان والي عثمان ويعانينوا محمد علي واليا على مصر طب وبعد كده اخدوا على محمد علي العبود والمواصيك بانه يحكم مصر بالعدل وما يخرجش قرار الا لما ينشرهم الاول طيب وبتيجي لي هنا موقف السلطان العثماني من قرار زعماء الشعب اصدر فرامون في 9 يوليو 1805 بيتضل عالد الخرشد وتعيين محمد علي وبكده اصبح يوم 13 مايو 1805 يوم مهم جدا في تاريخ مصر الحديث ليه؟ كان اول مرة يؤذل ويلي ويعين اخر بارادة الشعب المصري وكمان بالشروطه بعد كده عايزين نعرف تعريف مهم ايه هو الفرامون الفرامون هو امر سلطاني بيخرج من السلطان او الدولة العثمانية واجب التنفيذ يعني لازم يتنفقز بعد كده ناخد تثبيت سيادة محمد علي في الحكم وازاي ابتد ان هو يثبت نفسه في الحكم اول حاجة قبل ما كان نفكر انه يعمل اي تجديدات او بناء دولة حديثة كان لازم يحل المشكلات الموجودة يعني قبل ما ناخد اي قرار بالاصلاح لازم نعالج المشكل اللي موجودة طيب اي هي بقى المشكلات اللي اعترضت محمد عالفي بداية حكمه عندي اربع مشكلات ظهروله اول حاجة فرامون اصدر في يوليو 1806 وده كان لمحاولة نقله من مصر طيب من اللي تدخل علشان يصدر الفرامون ده كانت بريطانيا طيب لحد كده بريطانيا هتسقط لا راحت ارسلت حملة اسمها حملة في مارس 1807 يبقى هنا بريطانيا عملتلي حكتين تدخلت علشان يصدر فرامون بنقل محمد علي من مصر وده كان 1806 تاني حاجة ارسلت حملة اسمها حملة فريزر 1807 تالت مشكلة الزعام الشعبية رابع مشكلة وهي المملك طيب تعالوا بقى ناخد اول حاجة عندي محاولة نقله من مصر تفقى ان هي كانت بفرامون اصدر في يوليو 1806 طب ده ليه علشان بريطانيا نفضت ان هي تقبل طولية محمد علي الحكم فساعد ان هي تقنع السلطاني العثماني ان هو يعزله ويسند ولاية مصر لمحمد بيك الالفي طب محمد بيك الالفي تابع مين تابع المملي وكمان قالت له انه يقدر يولي اي والي عثماني تاني بس علشان تطمئل على المصالحها الاقتصادية في المنطقة يبقى هنا محمد علي كان بيشكل خطر على بريطانيا بان لما محمد علي هيتولى حكم مصر هيكون عائق امام بريطانيا لمصالحها الاقتصادية فعشان كده كانت عندها الرغبة في النقية تستبعده طيب هاي السلطان العثماني وافق لكلام بريطانيا وافق السلطان العثماني فعلا واستجاب لها وكمان ارسل اسطول بيحمل امر فرامان يوليو الف تمامية وستة كان بيتضمن شرطين مهمين نقل محمد علي لسالونيك في مقدانيا تاني حاجة انه يسلموا السلطة من غير معارضة او مقاومة لاي والي عثماني جاي مع الاسطول اللي هو في يوليو الف تمامية وستة وهنا بيزهر لي موقف جديد لمين؟ للزعامة الشعبية الزعامة الشعبية وقفت جانب محمد علي وده ترتب عليه لضوخ السلطان العثماني وتخليه عن فكرة نقل محمد علي من ولاية مصر وقام بتثبيته عليها يبقى لما الزعامة الشعبية وقفت بجانب محمد علي ده تخلى السلطان العثماني يرجع عن قراره ويبتدي كمان مش بس نرجع عن قراره في ان هو يعزل محمد علي لا. ده تثبته اكتر عليها. فمن هنا تدهورت العلاقة ما بين بريطانيا وما بين السلطان العثماني. لان السلطان العثماني هنا ايه? رفض قرار بريطانيا. طيب. تانية حاجة عندي هي حملة فريزر. او الحملة الانجليزية. دي كانت في مارس الف تمنمية وسبحة. هنا بقى انتهزت بريطانيا التدهور اللي حصل ما بينها وما بين السلطان العثماني. وارسلت حملة عسكرية بقيادة فريزر. دي في الف تمنمية وسبعة. طب كان ايه اهدافها? تلت حاجات. احتلال مصر. خلع محمد علي من الحكم. وتولية محمد بيك الالفي. طب كانت نتائجها ايه? تلت حاجات برضو. هزيمة الحملة في رشيد والحمد. تانية حاجة. جلاء الحملة من مصر مقابل الافراجة عن الاصر. تالت حاجة. دخول محمد علي الاسكندرية منتصرا. يبقى الحملة الانجليزية. حملة فريزر. كان هدفها انهم يحتلوا مصر. ولكن محمد علي تصدرها وانتصر علي. تالت حاجة عندي من المشكلات كانت الزعامة الشعبية. هنا بقى اراد محمد علي انه هو ياخد الحكم الوحده. من غير لوصاية او رقابة من الشعب. فمن هنا قرر انه يتخلص من الزعامة الشعبية. طيب الزعامة الشعبية دي متمثلة في مين? في شخص اسمه السيد عمر مكرم. وده حصل بعد ايه? بعد لما اضرت دورها الكبير في طولية الحكم مصر. وكمان القيود اللي اتفرضت عليه لما قبل الولاية. ومن هنا ابتدى محمد علي يرائب الوقت المناسب اللي يقدر فيه يتخلص من عمر مكرم. طيب. هل كان فيه عوامل تساعد محمد علي في انه يتخلص من عمر مكرم? اه. كان فيه حاجة اسمعها انقسان القيادات الشعبية. ما بين دير مكانة عمر مكرم بين الناس. حيث اخز منافسوه. يدسون له عند محمد علي. ومن هنا انتهز الفرصة دي محمد علي وعمل حاجتين. اول حاجة خلع عمر مكرم من نقابة الاشراف. تاني حاجة نفاه الى دميات. عام الف تمنمية وتسعة. طيب الممالي. محمد علي من ساعة ما ابتدى يحكم مطر كان حريص جدا انه يتخلص منهم. وبيجي لي هنا سؤار بيقول لي بما تفسر. هنقول له انه هم في الوقت دوت كانوا بيمثلوا مصدر للقلق والفوضى. ومن هنا اخد محمد علي اساليب كتير عشان يقدر يتخلص منهم. ومن الاساليب داية انه بيحرمهم من تولي المناصب العليا في الدولة زي مشيخة البلد. تاني حاجة مطاردتهم في كل مكان. تالت حاجة تدبير مسبحة القلعة في مارس الف تمنمية وحدار. وبعد كده لما قدر محمد علي يتخلص من كل مشاكله دي قدر انه هو يتمكن وينفرد بحكم مصر. وابتدى انه هو يشوف الطموح والنظرة البعيدة في انه يكون الدولة الحديثة او بناء الدولة الحديثة اللي بتساوي الدولة الاوروبية الحديثة. وبكده خلصنا درسينا المعارضة. استنوني في الدرس اللي جاي بإذن الله. اشتركوا في القناة شكرا